قبر الاساسي هو ان هناك اتفاقا تم بين السعودية وبين ايران برعاية عراقية عمانية واعلن هذا الاتفاق او برمى فيه الصين ده الخلاصة ايه اللي بين السطور بقى نتكلم فيه بهدوء شديد جدا اولا مصر رحبت بشكل سريع وعاجل بهذا التفاهم المشاركة احمد فاهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تعليقا على الاعلان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية التقدر جمهورية مصر العربية اهو تقدر جمهورية مصر العربية هذه الخطوة الهامة وتثمن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصند من اجل ازالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الاقليمي وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وعالم التدخل في شؤونها الداخلية وترسيخ مفاهيم حسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة أكد المتحدث الرسمي أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها إيران يعني نحو انتهاج سياسة راعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها من أجل رسم مصار للعلاقات يلبي أمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم موقف مصر بيدعم ويشجع ويؤيد هذا الاتفاق أو هذه النوعية من الاتفاقات لأن مصر التوجه الأساسي في السياسة الخارجية المصرية هي أن كل المشاكل تحل دبلوماسية وتحل سياسية ومئدة المفاوضات هو المكان الآمن للقضاء على المشاكل والأزمات والتوترات السياسية كان فيه من سبعة ثمان سنين انقطعت العلاقات الإيرانية السعودية وكان الأمور زي ما أنتم عارفين فيها توتر شديد بين البلدين وهم الإيران والسعودية بلدين مهمين في الإقليم خلينا أقول لحضراتكم أن الإقليم اللي إحنا فيه فيه مصر الدول الركائز الكبرى فيه مصر الدول الكبيرة يعني فيه تركيا فيه إيران فيه دول خليج على الرسالة السعودية فيه إسرائيل يعني الدول دي يا جماعة هي الدول الكبيرة في المنطقة أو الدول المؤثرة في المنطقة لا معادلة للسلام دون هذه الدول ولا معادلة للتوتر دون هذه الدول دي الدول المهمة فيه الإقليم تاني بقولهم أهو قدام حضراتكم أهو دي الدول لا يعني خليجة بس يعني هقول الأول عندي مصر وعندي تركيا وإيران دول تلات دول وعندي الخليج على السعودية وعندي إسرائيل خمس دول أو خمس مؤثرات موجودة إيه التفاعلات اللي بينهم؟ ده مهم جدا بعلاقات هذه الأقطاب الخامسة وتفاعلاتها هي اللي بتقول درجة التبريد المطلوب أو درجة السخونة الموجودة الإقليم متوتر عايزين نوصل لدرجة التبريد معينة درجة التبريد المعينة اللي أنا عايزين نوصل لها لابد أن تكون بتفاعلات العلاقات بين هذه الأقطاب الخامسة طيب علاقات بين تركيا والدول الخامسة إيه؟ خلينا لا لا بس سريع تركيا علاقتها بإسرائيل بقت كويسة كانت متوترة علاقتها بمصري بقت كويسة كانت متوترة علاقتها بدول الخليج بقت كويسة وكانت متوترة ده أول أول جزء أول دولة اللي هي تركيا أصبحت علاقتها بالجميع كويسة وعلاقتها أصلا بإيران كويسة يعني بقى عراقة تركيا بإيران كويسة تركيا بإسرائيل كويسة تركيا بمصري كويسة تركيا بدول الخليج كويسة يبقى دي اول واحدة من الخمسة طبعا علاقة مصر علاقة مصر بتركيا بقت كويسة ومشي في الطريق علاقة مصر بدول خليج كويسة طبعا ده تتعالف استراتيجي واضح او تعاطي استراتيجي واضح علاقة مصر باسرائيل كويسة طبعا في التفاقية وفيه 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 تفاهمات علاقة مصر بايران لم تكن يعني كان فيها نوع من الجمود انجاز التعبير كرد فعل لممارسات ايران في الاقليم سواء في سوريا او في العراق او في البحرين او في لبنان او في اليمن بشكل او تدخل في الدول العربية ده كانت علاقة مصر فيها نوع من المشروطية او الانجاز التعبير احنا علاقتنا بكل دول كويسة جدا علاقتنا بتركيا كويسة ما لم يكن تدخل في ليبي ما لم يكن تدخل في شكل متوسط ما لم يكن تدخل في الشأن الداخلي باحتواء الاخوان عندهم ده بشكل واضح ما فيش اسرار علاقتنا بايران ما فيش مشاكل بيننا وبين ايران الا ان كانت ايران بقى ازرعها بتحاول تعمل توطر في المنطق نيجي ليه السعودية علاقة السعودية بتركيا كانت وحشة بقت كويسة علاقة السعودية بايران كانت وحشة عمل اتفاق مبارح علاقة السعودية باسرائيل لا لسه فيه مسافة كبيرة جدا ده على علاقة اسرائيل اسرائيل علاقتها بتركيا كويسة علاقتها بمصر كويسة علاقتها بتركيا كويسة علاقتها بدول الخليج جزء كويس وجزء لسه مخفي وعلاقتها بايران مقطوعة ده العلاقات اللي بين الخمس اقطاب اللي في الاقليم